مشروع بناء منطقة الاعمال المركزية بالعاصمة الادارية الجديدة في مصر واحد من المشروعات الكبرى التي تنفذها الصين في القارة الافريقية يعد من اكبر المشاريع التي وقعتها الشركات الصينية في مصر بقيمة 3 مليارات دولار وهو واحد من المشروعات التي تم الاتفاق عليها بين الرئيسين الصيني شيجينبين والمصري عبدالفتاح السيسي عام 2016 مشروع تنفذه الشركة سي اس سي اي سي الصينية بالتصميم والكفاءة والجودة الصينية مشروع المنطقة السكنية هو احد مشاريع العاصمة الادارية الجديدة ويشمل مساكن فائقة الجودة واماكن خدمية واخرى مكتبية على مساحة 1.7 مليون متر مربع ومن المفترض ان يكون جاهزا خلال اربعة اعوام هذه الارقام في حد ذاتها هي التحدي الاكبر بالنسبة لنا ولا اي شركة اخرى لكن لنا لدينا ثقة كبيرة في ان نتغلب على اي تحديات من خلال خبراتنا المتراكمة التي اكتسبناها من مشاريع اخرى مماثلة العاصمة الادارية الجديدة تقع في منطقة صحراوية وهو ما يشكل تحديا كبيرا لشركة سي اس سي اي سي الصينية لانشاء مباني شاهقة في هذه المنطقة وما يزيد من صعوبة التحدي هو الاهمية الاستراتيجية التي تحظى بها هذه المنطقة بالنسبة لنا نحن شركة صينية متخصصة في مجال الانشاءات والبنية التحتية وشركتنا معروفة ومشهورة عالميا ولنا مشاريع املاقة في العديد من دول العالم ولذلك حينما قررت مصر ان تعتمد على شركة لتنفيذ المشروع وقع اختيارها علينا بينما تسعى الصين لتوسيع استثماراتها في الدول التي تقع تحت مظلة الحزام والطريق التي تحظى بدعم في قمة منتدى التعاون الصيني الافريقي المرتقبة تسهم شركة سي اس سي اي سي الصينية باعمال نموذجية في مجال البناء والتشييد في عدة دول افريقية وهو ما دفع الحكومة المصرية للاستفادة بخبراتها في العاصمة الادارية الجديدة مستقب عبدالله سي جتين العربية القاهرة اشتركوا في القناة